صلى الله على النبي على المصطفى أيضا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نشوفه أبرز حراس قرة إفريقيا نبدأ الحارس ياسين بأنه تعلق تعوف كأس العالم الأخير الذي يجعل كل الناس تتفق بأن هذا الحارس مظلوم يعني يعني ما يعطلوش حقه في كرة القدم ولكن الأداء تعوف هو اللي يجيب له حقه في كل مرة شوف الإبداعات تعوف يتعلق بسم الله ما شاء الله عليه سوف نشوف حارسان أخرى يا نعزي المشاهدين آخران عفوا أعتذر على الوقت العربية شوف ياسين هذا التعلق أمام كرواتيا شوف اللقطة شوف اللقطة شوف اللقطة أغلق رجله في الوقت المناسب وهنا ضربات الجزاء منع إسبانيا من الولوج إلى الشباك تخيل معي في كأس العالم حلم صراحة هذه المرحلة هذهك حلم أي لعب في كرة القدم يحلم بأنه يلعب في كأس العالم ويوصل إلى النصف النهائي هو حلم ولكن حقيقي يعني حلم حقيقي حقق الحلم يعني خلوا سقفة نموح تحهم يكون كبير وياسين بونه بتألقات وتصديات وساهم بشكل كبير في تأهل المنتخب المغربي إلى النصف النهائي في كأس العالم يعني أقولها جيدا كأس العالم يعني الإنسان لو يفكر شوف يلعب رجله يعني بطريقة جميلة يعني الإنسان لو يفكر يذكر يعني يشوف أنه كأس العالم ليس كأس إفريقي ولا كأس عرب ولا كأس يعني محلية نتكلموا على كأس العالم لي في أقوى المنتخبات يعني صراحة كان طموح كبير جدا وكل المشجعين على المنتخب المغربي طمعوا بأنه يكون الوصول إلى النهائي ولما لا تتويج لازم يكون سقفة طموح تال إنسان هكذا شوف اللاعب شوف اللاعب شوف ياسين بون شوف لما يكون عندك حارس مثل ياسين بون ودفاع يعني قوي وهجوم قوي ووسط ميدان مبدع وفنان يعني ما كانش مستحيل شوف تصديات يعني صراحة أحسن من تصديات بعض حراس يلعبون مع البرصة ولا مع الريال ولا يلعبون مع ماشيستر يونايتد إزاي المشاهدين يعني شوف 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 والحاجة الإيجابية في كل هذا كله يعني في كل هذا الأمر هو أنه ياسين بونه عنده أداء ثابت مستقر يعني في كل المباريات اللي يلعبها يستقر المستوى التاعو يعني ما يبقاش يعطيلك مباراة جيدة ثم في مباراة قادمة يشوف يبهدلك لا هو دائما ما يعطي ويقدم أفضل ما عنده شوف 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 اوبا ياسين ممتاز هنا نخلق زاوية الصفر شوف كيفاش دي بروين وياسين ينقذ دي بروين يعني لم يستطع حتى الفوز عليها مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم شوفوا القرى هذه يوبا والدفاع يوبيت لقطات كثيرة عزيزي المشاهدين خلوهوا ما زال خليكم يعني ستشاهدون حراس آخرين أيضا يعني لو كانوا من البرازيل ولو كانوا من دول أخرى ولو كان أسمواتهم سيمون ومارسيل يعني أسموات أجنبية لكنتم قد رأيتهم طبيعة الحال مع أندية مثل ريال مادريد مثل جوفانتوز مثل آسي ميلون مثل يعني صراحة هذا الأمر كائن وارد أنا دايما نشوفه ويعني شايفه وعيشه يعني أنه يكون هناك أسمك ياسين ولا إبراهيم ولا يوسف ولا سعيد ليس مثل أنه شوف البراز ممتاز ياسين بونه يتألق ليس مثل أنه يكون أسمك مارسيلو ولا فينيسيوس ولا أسمه يعني شيء تم أبيث البعض يقول لك لماذا كائن لعبين في المستوى العالي وهم عرب نعم كائن ولكن بالنسبة قليلة يعني ما كاش بزاف لماذا كائن مارسيلين بزاف الإفريقيا أيضا ولادة للمواهب شمال إفريقيا أيضا من أكبر المناطق اللي ولادة للمواهب لو يتم سقلها والاعتناء بها ولكن لا حياتني من تنادي شوف بونه كيف ينزع الكرات هذه كرة رونالدو كانت خطيرة جدا أنقذها ياسين بونه أنك تنقذ كرة ضد رونالدو ليس مثل أنك تنقذ كرة من أي لعب يعني هذا الأمر لازم تفق عليه رونالدو ليس أي لعب برغم أنه في كأس العالم كان يعني عنده بعض المشاكل إلا أنه دائما يبقى في الأوراق وبوبو من أكبر اللعبين وهذا الشيء أيضا يلعب طورة لماذا ياسين بونه اليوم ما نشوفهش يعني على الأوراق حطينه مثل جان ويجي بوفون ولا حطينه مثل فان دير صار يعني تشوف يعطوله حقه غير في المباراة ذلك الحق اللي يستهل ويستهل أكثر منه ولكن يعطوله حقه لأنه يؤدي أداء خرافه ولكن يعطوله شفق اللازم يعني بعض الحراس مثل ديخية والحارس ذلك نشوف الحراس آخرين أيضا اللي عندهم تقريبا خلينا نقوله إمكانيات متقربة ولكن شوف بالرحمة يعطي كرة ممتازة والحارس يتقلق صراحة كرات كثيرة أنقذ فيها ياسين بن وصنع الفارق في كرة القدم وفي مسير توعزين مشاهدين بسم الله ما شاء الله عليه شوفوا الكرة نوع المروغة التسديد وياسين ينقذ الحارس الثاني هو الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي أيضا من الحراس اللي خلينا نقوله يمظلموا كثيرا في كرة القدم شوف الحارس هذا رايس مبولحي يعني هذا الحارس قصة حياته قصة فريدة من نوعها أيضا مشاهدين قصة فريدة من نوعها فقد أمه جاي يلعب شوفها ضد المتخب الألماني كأس لها لم 2014 رايس مبولحي منع الألمان من التسجيل في العديد من الفرص هذه ما أشوف يعني عنده ريفلكس وعنده إمكانيات كبيرة صراحة يعني لو تكون تعرف كرة قدم متبع كرة قدم تعرف بأنه هذا الحارس يعني عنده إمكانيات كبيرة جدا وتعترف بذل أمر ريفلكس تعه قوي جدا برغم أنه في بعض المرات الدفاع الجزائري والدفاع في الدولة السعودي ما يكونش في المستوى إلا أنه رايس وهاب مبولحي يعوض الفارق هذا ويعوض يعني الفراغات اللي تكون في الدفاع أشوف كيما هنا ضد المتخب الألماني يعني عنده دقة وريفلكس ما شاء الله عليه أوبا ضد الهلال هنا مع الليل من أنه لعب في الاتفاق السعودي شوف الكرة هنا أوبا يلمسها يارس من بلحي يلعب ويكافح هذا الحارس الذي تشاهدونه فقد أمه في كأس العالم وطميكم أنه هذا الحارس فقد أمه في سنة 2010 قبل كأس العالم وتكلم مع المدرب وقال له أمي طلبت مني أني أمثل الجزائر أمه اسمها عيشة دعولها بالرحمة أم الحارس رايس وهبن بلحي وهو حارس صامت يعني لا يشكي ولا يبكي ولا يتكلم مع الأشخاص يعني عن هذا الأمور راح تكلم مع الحال المدرب تعال الوقت هذاك لكم تخاف جزائري رابح سعدان على الانفراض شوف اللقطة هذه شوف اللقطة هذه بلا عليك ريفلكس شوف وبا صراحة ريفلكس في المستوى الكبير وعنده براد وعنده يعني إنسيابية في جسده كبيرة جدا يعني لسوبلس تعو يعني هي اللي تميز وتميز لبراد تعو وتميز القفزات تعو عن باقي الحراس خطيرة الكورة هنا شوف وجها اللي وجه طف ورايس وهاب بلحي ينقف تسديد من بيد ورايس ينقف قوية جدا كانت الحارس بلحي يتدخل يشوف ضد المدخب البلجيكي هنا كأس العالم 2014 كورة ممتازة رايس شوف البلسمون تعو أيضا كان في المستوى شوف كورة هنا هنلمسها رايس وهاب بلحي بأصابه تسديد رايس ينقف صراحة يعني في الدور السعودي لقى نفسه وشوف الخطأ هنا رايس وهاب بلحي ويعوض عن الخطأ ويطلب الاعتذار خطأ واخطأ في اللعب رجل وعوض عن ذلك شوف التسديد القوية جدا ورايس بوف قوة كبيرة جدا شوف البراد تعو صراحة عنده براد أسطورية يعني تسديدة قوية هذا الحارس عانى العنصرية كثيرا في دوريات لعب فيها وتكلم على حياته وتكلم على مسيرته وقال بأنه بعض المباريات كانوا يمدهشون لما يشوفون يا أنا الشخص الأسود البشرة الوحيد يعني هذا الأمر حزين ولكن في نفس الوقت واقعي يحدث لكل اللعبين اللي لعبوا في الدول العنصرية والدول لشعبها يعني عنصري شعب مش متفتح هاي الحارس رايس مبتاز التلق أوبوه رايس 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 ريفلكس قوي جدا هذا الحارس لما كان في البرايم وكان في أحسن أوقاته لم يتم التعاقد معه مع أندية كبيرة لماذا؟ لأنه اسمه رايس عبدالوهاب مبولحي هذه يعني بكل بساطة لو كان اسمه فابغيس ولا ستيف مثل ستيف موندوندا لأنه هذا الحارس سيذكرني بستيف موندوندا في البرايم ستيف موندوندا عنده سوبلس وعنده لياقة كبيرة جدا في البرايم القفزات رايس وابغيس والآخر يذكرني في هذا الحارس صراحة كورا خطيرة خطيرة ورايس رايس رايس ينقذ الكورة اللي كانت في الزاوية البعيدة أوبا تسديد ورايس مبولحي في المكان المناسب أي زي مشاهدين كانت قوية جدا أوه يطور ساروخ ساروخ عبر القارات ساروخ عبر للقارات مبولحي في المكان المناسب مبولحي في لقطات عجيبة كثيرة صراحة تبيلك الريفلكس هذا الحارس غير عادي هل تعتقدون أنه هذا رئيس يكون حاضر في الكاس العالم القادم يعني مع العلم أنه المنتخب الجزائري ليس في أحسن أحوال ولكن تمنوا للرجوع وإذا نرجع المنتخب الوطني الجزائري هل تعتقدون أنه بولحيس يكون من الآئدين برغم تقدمه في سنة نشوف حارس عنده خبرة وبإمكانه أنه يقدم الكثير للمنتخب في باقي الاستحققات القادمة إن شاء الله ونبولحي في المكان المناسب شوف الريفلكس الحارس الثالث لكل اتفق على هذا الأمر أنا واحد من الأشخاص اللي كنت متأثر بشكل كبير بهذا الحارس عصام الحظري الحارس المصري خلينا نشوفوا لقطات عصام الحظري يعني من أكبر الحراس التي أنجبتهم كرة القدم الإفريقية وبالخصوص المصرية شوف البارات يعني هذا الحارس هنا متقدم في السن ويقدم في أداء صراحة لا نقاش في هذا الأمر إزام شدين الحارس عصام الحظري من أقوى الحراس ولا نقاش في هذا على مر يعني تاريخ كرة القدم الإفريقية وخاصة أنه يلعب وتقدم في السن ويلعب يعني لا يعرف النهاية ها إلى الكرة تسديدة قوية عنده لياقة بدنية كبيرة بزافة إزام شدين وعنده بلس موم يعرف في حط روحه في أماكن ممتازة إزام شدين رايس أفوان عصام الحظري هاي كرة ممتازة خطير هنا المتخب الكاميروني كأس إفريقيا متوج بها في العديد من المرات في العديد من النسخات المتخب المصري كان في البرائم بتاعه كان مسيطر على البطولة الإفريقية إزام شدين إنها كثيرا طبيعة الحال في بلاتوعة شو ضد المتخب الجزائري عصام ينقذ عصام ينقذ ضد المتخب الجزائري مباراة القرن يعني سنة 2009 مباراة القرن التأهيلية لكأس لعلم موقعات العديد من المشاكل بين المتخبين الجزائري والمصري هاي الكرة كانت من رفيق صيفي والحارس ينقذ ويتألق يعني الحارس كان أقرب إلى هذه الكرة العالية وقفز عليها شوف يعني خيبة التلطاق مع الجزائري آنذاك زي المشاهدين تكلموا على سنوات 2009 يعني تقريبا أكثر من 12 سنة أو 13 سنة هاي الكرة الدفاع يدخل دي 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 روكبا أوبا والحارس ينقذ صراحة قوة كبيرة في كأس أمم إفريقي هذا الحارس قوة كبيرة جدا عصام ينقذ قوة كبيرة وحضور هذا الحارس يزا يمشدين اليوم راكم تشوفوه محلل في قنوات الكأس تسديدة قوية جدا والحارس أقوى على مرتين ممتاز الحارس الأهلاوي هذا هاي الكرة خطيرة أوبا ممتاز 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 الحارس عصام الحضر 10 على 10 أيزا المشاهدين إمكانيات كبيرة جدا عند هذا الحارس شاء من شاء أبا من أبا كره من كره قوة كبيرة جدا في الأخير أيزا المشاهدين أريد أن أنوه لأمر هذا الحراس كلهم لم يتعاقدوا مع نادي كبير جدا ما عاد الحارس السين بونه يلعب في نادي إشبيليا ولكن يستهل أن نشوف بلينه يلعب في أكبر الأندية في الدوريات الكبيرة التي تنافس على تشامبيونز ليغا الأوروبي خلوا لي رأيكم ما رأيكم في كلامي بالإضافة إلى رئيس وهاب بن بولحي وعصام الحضر عصام الحضر يتزل رئيس وهاب بن بولحي متقدم في سن ولكن لما كان في البرايم وكان صغير في السن كان بإمكانه أنه يتعاقد مع فريق كبير ولكن لسوء الحظ الأمور لا تمشي هكذا أشكركم عزيزي المشاهدين ودير في بالك أنك لما تحب بلد أخرى ولا تهدر على بلد أخرى لا يعني أنك تكره بلدك بإمكانك أنك تحب بلدك وتحب بلدان أخرين وتحب ناس أخرين كل واحده عقلية وكل واحد كيفاش دير في هذا الدنيا أشكركم في الأخير ننتقل في فيديو القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته